الحمد لله والسلام والرسول الله نتكلم الآن عن أقسام الدعاء الدعاء ينقسم إلى قسمين القسم الأول دعاء عبادة صرف ولي غير الله شرك أكبر كما صلى وصلى وحجن لغير الله أقول أن الدعاء ينقسم إلى الأرباء وعندما يتعلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين الدعاء ينقسم إلى قسمين الثاني من أقسام الدعاء الدعاء مسألة أقول أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء اطلاب من المخلوق لا يقدر عليهم الله سبحانه وتعالى شركة كبر مثل مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الوالد أو انزال غير هذا لا قدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حيفا وبالا وهو ميت ايكوين ميجي توكسي ووالا اقوكو ووالا اقوكو نيكوين ايما وان ككان لودو ادا اتوجاكوين تان والودو اداي ادايو لابالاتي لسين كانوا كو سنتولي سيا فيولان وبالي كلا نيكا بيه اقبري بيكي يمان وواو ما كوالو موالا صدي نيكا نعم الثاني النطلب من المخلوق شيئا يقتر عليه وهذا يصح بشروط 4 ايكوين تان والودو ادايو لابالي كلا نيكا تجاكوين تان والودو ادايو لابالاتي لسين وياتو ستالاكو كنت تجاكوين تان والودو ادايو لابالاتي لسين نعم الثاني يكون الطلب من حي لا من ميد نعم الثاني يكون الطلب من حاضر لا غاقب نعم الثاني يكون الطلب من قادر لا عاجز يعني لا يمكن ان اطلب من انسان لا يتحرك مشلول مثلا اقول لها وعطني كاسة ما كما تبدأتها بيارو لنسي لكو جوي يوانسوف مرة أخرى بانجبه ومتنو لديده يروي لي وانا تما في يننو لغباران تام بيري لواري الرابع أن نعتقد أن هذا السبب لا يضور ولا ينفع والذي بيجلب المنافع الدفع المضار هو الله سبحانه وتعال إطلاع مجمو أليك ونطفل لديك ونطبالي ونمكام مقبي ونطبالي لغباراني ونطبالي بيري لواري ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر